هذه أبرز العناوين 300 مليون ترغي ملاعباً على اللجوء إلى الجامعة ضد رجاء لا يصدق الإعلام الجزائري يفجرها بعد استقبال المغاربة للمنتخب الجزائري وما قالوه صادم جماهير الرجاء تطالب الأندلسي بضرورة تعزيز هذه المراكز قبل إصدال الستار عن المركعة الحالي والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله بس تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس 300 مليون ترغي ملاعباً على اللجوء إلى الجامعة ضد رجاء لجأ عبد الرحيم شاكير لعب الرجاء الرياضي سابقاً إلى لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية من أجل استخلاص مستحقاته المالية العالقة في دمة الفريق الأخضر والتي تعود إلى الموسم الأخير قبل أن ينتهي عقده ويلتحق بشباب المحمدية وعمد عبد الرحيم شاكير إلى اللجوء إلى اللجنة المذكورة بعد أن فشل في التوصل إلى اتفاق ودي مع راشيد الأندلوسي رئيس الرجاء الرياضي بعد أن اقترح المدافع السابق لنصر الخضر التنازل عن جزء من مستحقاته مقابل التوصل بجزء متبقي دفعة واحدة وأوضحت مصادر أن رئيس راجاء طالب شاكير بالتنازل عن 40% من مجموع مستحقاته مقابل التوصل بالمبلغ المتبقي وهو ما اعتبره اللاعب المذكور شيئا غير مقبول خاصة أن خزينة النادي انتعاشت خلال الفترة الأخيرة بمبلغ مالي فوق 13 مليار سنتين يذكر أن المصدر الدات حدد قيمة المستحقات المالية العالقة لعبد الرحيم شاكير بدمة الرجاء الرياضي في 300 مليون سنتين لا يصدق الإعلام الجزائري يفجرها بعد استقبال المغاربة للمنتخب الجزائري وما قالوه صادم تواصل بعض وسائل الإعلام الجزائرية تهكمها على حفاوة استقبال المغاربة للمنتخب الجزائري الذي يرتقب أن يخود مباراة أمام بورك نفاصو مساء اليوم بملعب مراكش الكبير لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم قطر 2022 واعتبرت صحيفة الشروق الجزائرية أن ترويج المغاربة لتفاصيل حفاوة استقبال بعتة المنتخب الجزائري ليس بريئا وأن تناقل صورة قديمة لطاولة بوفي في منطقة الشخصيات المهمة في ملعب مراكش هو بغرض إحراج الجزائريين ورغم السياغة السامة للمقال ومحاولة تبني نظرية المؤامر عبر الصورة المذكورة إلا أن الصحيفة لم تستطع أن تنكر أن بعتة المنتخب الجزائري حضيت فعلا باستقبال حار من طرف المغاربة واستدل المصدر الدات إلى تصريحات شرف الدين عمارة رئيس الاتحاد الجزائري لكروس القدم بعد وصول بعتة المنتخب إلى مراكش حيث أكد أن المنتخب الوطني حضيت باستقبال جيد وهو الأمر الذي لا يعد جديدا على المغاربة الشرفاء المعروفين بالكرم وحسن الضيافة جماهير الرجاء تطالب الأندلوسي بضرورة تعزيز هذه المراكز قبل إصدال الستار عن الميركاتو الحالي تواصل فئة عريضة من جماهير النادي الرجاء الرياضي لكرة القدم مطالبتها المكتب المسير برأسة راشد الأندلوسي بضرورة تعزيز التركيب البشرية للفارق بانتدابات جديدة خلال فترة الانتقال الصيفي الحالي وقدت الفئة المذكرة من مناصر النصور أن بطل العرب في حاجة الماسة إلى جناح هجومي لتعويض رحيل الزئب قيسوفيان رحيمي المنتقل إلى العين الإماراتي والذي ساهم بشكل كبير في تحقيق الفارق مجموعة من نتائج الإيجابية الموسم الماضي كما طالبت الجماهير الرجاوي من خلال ردود أفعال متواصلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي رئيس النادي راشد أندلوسي بالتعاقد مع حارس جديد ليكون بديل اللحام عارين النصور أنس الزنيتي ويعوض رحيل محمد بعمير المنتقل إلى الشباب المحمدية وأنهى الرجاء الرياضي خلال الساعات القليلة الماضية المعسكر الإعدادية الذي أقامه بمدينة مراكش تحذيرا للموسم الكروي المقبل الذي سيعرف منافسة النصور على أكثر من واجهة على غرار دور أبطال إفريقيا والدور الاحترافي وكأس العرش كما أن حدود الفريق قوية للمشارك مرة أخرى بكأس العرب للأندي الأبطال التي توجبها في النسخة الأخيرة ما يتطلب تعزيز مراكز الخصص بأسماء قادر على تقديم الإضافة يشار إلى أن الرجاء الرياضي قد تعاقد هذا الصيف بشكل رسمي مع عشرة لاعبين ويتعلق الأمر بكل من الغيني مصطفى كوياتي والبركينابي ساميهين والقامبي جبرالسيلة ومحمد النهيري وجمال حركاس وحاميد أحداد وسوفيان الأزهري وعمر العمراني وبوشعيب عراسي ومحمد شهيبة المغرب الفاسي يجدد عقده مع أحد لاعبيها البارزين قرر المكتب المديري لفريق المغرب الفاسي لكرة القدم تجديد عقده مع أحد لاعبي خلال مرحلة الانتقالات الصيفي الحالية بعدما كان على أبواب مغادرة النادي ويسير الفريق الفاسي في اتجاه تجديد عقد المهاجم إبواري جيجا جيزا الذي كان قد خضع لمرحلة الاختبار رفقة فريق الجيش الملكي خلال أمريكاة الحالي ورفض الفريق الفاسي تقييد المهاجم الإبواري بلا إحتيار رسمية لمنافسة الموسم الكروي الجديد إذ طالب اللاعب بالإدلاء بشهادة طبية تؤكد جاهزيتها البدنية إلا أن جيجا جيزا أصر على أن جاهزيتها لا تحتاج لوثقة رسمية وأن أربية الملعب هي الفيصل بينهما وكان البلجيكي سيفن فاندير بروك مدري بلجيس الملكي قد أقدم على إشراك الإبواري جيجا جيزا المهاجم الحالي للمغرب الفاسي في المباراة الودية التي جمعت الفريق العسكري بالتيحة طانجة في إطار استعداداتهما لمنافسة الموسم الكروي الجديد أولمبيك أسفي يتراجع عن التعاقد مع لاعب الوداد تراجع فوزي جمال مدرب فريق أولمبيك أسفي لكرة القدم عن التعاقد مع أحد لاعب فريق الوداد الرياضي الذي كان يسعى إلى ضمه خلال الميركاتو الحالي على سبيل الأعارة وأكدت مصادر مطلعة أن مدرب الفريق المسفيوي قرر أخيرا عدم ضم المهاجم جينيورك باكبو خلال الميركاتو الحالي بعدما كان ينوي إلحاقه بمجموعته على سبيل الإعارة لموسم واحد وكشفت مصادر مطلعة أن فوزي جمال طالب بشكل رسمي من المكتب المدير للفريق المسفيوي فتح باب التفاوض مع مسؤول الوداد من أجل التعاقد مع أن السرغات لاعب الفريق الأحمر خلال الميركاتو الصيفي الحالي ويسعى الفريق المسفيوي إلى ضم اللاعب السابق لفريق نادة دمامرا على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم الكروير المقبل بعدما بات خارج اهتمامات مدربه وليد ريجراقي وأكيدا في الآن ذاته أن مدرب أولمبيك السفي تراجع عن ضم المهاجم الإفواري جونيورك باكبو إلى الفريق يشار إلى أن فوزي جمال كان قد قرر في وقت سابق إغلاق ملف الميركاتو الصيفي الحالي غير أنه لا يمانع من ضم لاعبين جدد إلى الفريق المسفيوي على سبيل الإعارة خاصة أنهم لن يكلفوا الخزينة المالية لفارقه الشيء الكثير بعد الرجاء الزرهوني يتوصل بعرض خليجي مغري توصل نوف الزرهوني لاعب فريق الفتح الرياضي لكرة القدم بعرض إماراتي مغري قبل بداية الموسم الكروير الجديد بساعة قليلة وأفدت مصادر أن إدارة الفتح الرياضي توصلت بعرض رسمي من أحد الوكلاء المغاربة يسعى من خلاله نادي إمارات الإماراتي الذي يشرف على تدريبه طريق السكتيوي المدرب السابق لفريق نهضة بركان لضم الزرهوني إلى صفوفه خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الجارية وأوضحت المصادر ذاتها أن إدارة الفتح الرياضي لم تتردد كثيرا في رفض العرض المذكور بعد أن أبدى محمد أمي بن هاشم مدرب الفريق الرياضي تشبوته بخدمة الزرهوني الذي يعول عليه كثيرا في الخط الهجومي للفريق وكانت إدارة الفريق الرياضي قد رفضت في وقت سابق طالبا من الرجاء الرياضي الذي عبره الآخر عن رغبته في ضم الزرهوني رغم القيمة المالية الكبيرة التي تقدم بها الفريق الأخضر ترجمة نانسي قنقر